أعلنت كتائب المعارضة السورية المسلحة مقتلى وجرح عدد من قوة النظام السوري إثر هجمات استهدفت أليتين عسكريتين في مدينة مورك بريف حماء الشمالي ودارت اشتباكة عنيفة تمكنت قوة المعارضة خلالها من بسط سيطرتها على أجزاء كبيرة من المدينة وقالت مصادر من فصائل المعارضة إن مقاتليها قصفوا مواقع للنظام في ريف حماء الغربي بصواريخ كاتيوشا وفي المقابل شنت قوة النظام هجوما على ريف حماء الشمالي برجمات الصواريخ والمدفعية بالإضافة إلى إلقاء قذائف بالمروحيات